اشتركوا في القناة حتى الآن عن إصابات ولا حتى تم طلب سيارات إسعاف بمعنى أنه لم يكن أو لم تكن هذه المنشآت فيها أشخاص أو فيها عسكريين أيضا هناك حديث عن أن القوات الروسية التي تواصل انسحابها من إقليم خاركوف من ضواحي خاركوف المدن التي كانت تسيطر عليها تلك القوات بدأت بمحاولات قصف الخطوط الأمامية للقوات الأوكرانية في مخافة منها بأن تلاحقها أو أن تتمكن من التوسع أيضا شمالا للوصول إلى هذه الملدات التي كانت قد تركتها القوات الروسية وبالتالي تصبح خطوط إمداد أو خطوط أو مراكز لهذه القوات الأوكرانية للتقدم أكثر باتجاه الشمال وباتجاه الشرق أيضا هناك حديث عن أن القوات الروسية من داخل روسيا تقصف المنطقة الحدودية بين خاركوف وبين الحدود الروسية هناك أيضا حديث من قبل مستشار عمدة ماريوبيل بأن القوات الروسية تقصف منذ الصباح القوات الأوكرانية المتمركزة أو المختبئة داخل مصنع عزوفستاد بالقذائف أو القنابل الفستورية أو القنابل الحارقة وأن شدة الاحتراق الناتج عن هذه القنابل تصل إلى 2000 درجة مئوية وهو ما ليمكن إطفاءه صلاح حتى هذه اللحظات هذه أبرز التطورات الميدانية سلام بالانتقال إلى لقاء وزير الخارجية الأوكراني بنظيره الأمريكي في برلين وطلب وزير الخارجية الأوكراني بالمزيد من المساعدات الأمريكية العسكرية هل من معلومات متوفرة حول هذا الطلب وهذه التصريحات نعم الأوكرانيا بطبيعة الحال استمرت منذ فترة بالمطالبة بالمزيد من الأسلحة أو العتاد العسكري الآن باتت تطالب بأسلحة ثقيلة أكثر باتت تطالب بمضادات طيران غير منظومة S-300 وهو ما تسعي إليه ألمانيا الآن على سبيل المثال ديلر منظومة صواريخ بمضادة للطيران تحاول أوكرانيا الحصول عليها من ألمانيا أيضا تحاول الحصول أوكرانيا على المزيد من مدافع الهاوترز هذه المدافع بالمناسبة هي التي تمكنت خلال الأسبوع الماضية من حسم معركة خاركوف لسحب القوات الروسية من إقليم أو الضواحي والبلدات المحيطة بخاركوف وبالتالي هناك مطالب تتغير من قبل أوكرانيا لتسلم أسلحة أو عتاد يتغير بحسب طبيعة المعارك هناك مطالبات حتى الآن بأنظمة مضادة للصواريخ وهي الأنظمة أو هي ما استعادت عنه أوكرانيا حتى الآن بمنطقة حظر الطيران التي رفضت دول النيتو عمليا فرضها فوق الأجواء الأوكرانية وبالتالي كان هناك حصول على 300 بعظم الدول الغربية تحاول إمداد أوكرانيا بأسلحة سوفيتية ولكن أوكرانيا باتت الآن تطالب بغير هذه الأسلحة خاصة وأن الأسلحة النوعية التي حصلت عليها من الدول الغربية ستينجر جافلين دابل ويلين هي التي تمكنت بالإضافة إلى الهاوترز الأمريكي هي ما حسمت هذه المعركة في بعض المدن حتى الآن هناك حديث صلاح أخيرا عن أنه عندما تنتهي أوكرانيا من الجبهة الشرقية من التقدم الذي أحرضته روسيا في هذه المنطقة قد تتجه جنوبا وبالتالي تكون المعارك أشد في خيرسون وأيضا في ماريو بيل صلاح سلام كيالي مراسل الغد من كييف شكرا على كل هذه المعلومات